المهمشون في اليمن حكاية أسا طويلة لا تخل منهم هذه الشوارع سوى حين يقومون بتنظيفها ممنوعون من الإقامة هنا فمساكنهم في أطراف المدينة لأن أغلبها من القماش والكرتون والصفيح والعلب الفارغة التي تأوي أحلامهم بالخلاص من النظرة المجتمعية القاسية في هذا المكان المنعزل على هامش مدينة تعز اليمنية يعيش المهمشون أو ما يطلق عليهم شعبيا الأخدام عبدالله سيف الذي يعمل في قطاع النظافة واحد منهم ولأن كوخه أضيق من حالته المعيشية الصعبة فقد استقبلنا مع أطفاله التسعة أمام كوخه نحن لم نهمش نفوسنا لكن المجتمع الذي يهمش هنا ينظر هنا بعين حقير وهو خادم لم نقدر نعلم أولادنا ولا نستطيع نوفر المطالب لأولادنا لكون هنا مهمشين نحو أربعة ملايين شخص هو أعداد المهمشين في اليمن حسب تقديرات الاتحاد الوطني للمهمشين ويعملون في تنظيف الشوارع وإحياء حفلات الزفاف لأبناء القبائل وخدمتهم وخياطة الأحذية فضلا عن التسول عزل المجتمع لهم منذ مئات السنين على الرغم من قوانين المساواة اضطرهم إلى العزوف عن الالتحاق بالتعليم النظر الدنيا للمهمشين أو ما يطلق عليها الأخدام تعزيزها في المجتمع اليمني بسبب التكسيم القبلي الاجتماعي في اليمن الذي جعل المهمشين فئة بعيدة عن القبيلة لا تنتمي إلى أي قبيلة وهذا يخالف القانون والأسس الدستورية اليمنية وتتضارب الروايات التاريخية حول أصول الأخدام في اليمن ما زال التاريخ حول هذه المجموعة مجهول وربما كثير من الكتابات التي اتفقت على وجودهم منذ الاحتلال الحبشي لليمن التي كان يأخذهم الملك اليمني كرهائن من أبناء القبائل الكبيرة ثم بعد جلاء الاحتلال الحبشي تم ترك مثل هذه المجموعة مع عوامل الزمن تم تحويل هذه الجماعة حسب ما تقول أغلبية المصادر إلى مجموعة أخدام أو خدم لدى الفئات اليمنية إذن قرون طويلة من العزلة والحرمان يعيش في كنفها المهمشون في اليمن وسط نظرة قبلية مجتمعية دونية لم يستطيع تجاوزها أو حتى الحصول على أبسط حقوقهم المشروعة نبيل اليسوفي الحرة صنعا ترجمة نانسي قنقر